السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نارده نتكلم في حلقة من الحلقات المميزة جدا وهنعرف خلالها حقنة مهمة جدا ألا وهي الكليكزان حوان وهنعرف استجدامتها وهل الحوامل يقدروا يجدوها ولا لأ ويه هي جرعتها وموانع استعمال وياريت لو انت لسه أول مرة تفرج علينا تنسىاش تدعمنا تنسى لايب تنسى سبسكرايب للقناة تفعل زر الجرس عشان تصارك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول خلينا نعرف الأول إيه هي مكونات الكليكزان حوان الكليكزان بتحتوي على مادة الانوكزابرين صوديوم ودي مادة مضادة لتجلط الدم بتنتمي لفعام الأدوية المعروفة باسم الهيبارينات منخفضة الوزن الجزئي أو اللومولوكولارويت هيبارينز واللي بتعمل على مانع عوامل تجلط الدم الطبيعية في الجسم وده بيخلي الدم أقل عرضة لتكوين الجلطات الخطيرة والانوكزابرين صوديوم بيشتغل بطريقتين أول حاجة بيوقف زيادة حجم الجلطات الموجودة وده بيساعد الجسم على تكسرها ومنعها من التسبب في حدوس مضعفات وكمان وقف تكوين الجلطات الدموية في الدم وده بيساعد على الوقاية من الإصابة بالجلطات الدموية والكلكزان في منها أربع تركيزات كلكزان 20 ميلي جرام وده بيعادل 2000 وحدة كلكزان 40 ميلي جرام وده بيعادل 4000 وحدة كلكزان 80 ميلي جرام وده بيعادل 6000 وحدة ويكليكزان 80 ميلي جرام وده بيعادل 8000 واحدة خلينا بقى نعرف ايه هي استخدامات حواني كليكزان او ايه هي دواعي استعمالها بتستعمل للوقاية من الجلطات الدموية زي في حالات الزبحة الصدرية غير المستقرة بحيس انه ما بيوصلش كمية كفاية من الدم للقلب كمان بتستخدم بعد اجراء العمليات الجراحية كمان بتستخدم خلال الفترات الطويلة من الراحة في الفراش بسبب المرض وكمان مرضى الكلاء اللي بيضعوا للغسيل الكلوي وكمان بتوصف حواني كليكزان للحوامل لان الحوامل معرضين بشكل متزايد لخطر الاصابة بجلطات الدم اثناء الحمل لان دم المرأة الحامل بيتجلط بسهولة اكبر لمنع فقدان الدم اثناء الولادة وبعدها بالاضافة لده ممكن ما يتطفقش الدم بسهولة للسقين اثناء الحمل نتيجة نمو الجنين اللي بيضغط على الاوايا الدموية في الحوض كمان بنوصف حواني كليكزان بعد الحقن المجهري وده عشان يساعد السيدات اللي بيحاولوا يحملك بعد الاجهاد المتكرر حس انه بيساعد على تقليل فرص الاجهاد الناتج عن زيادة تجلط الدم وبرضو بيستخدم لتقليل مخاطر الاجهاد او لمنع تجلط الاوردة العميقة الدي في تي ايه هي بقى الاثار الجنبية للكلكزان او اضرارها؟ في عندنا اثار جنبية شائعة انها تحصل زي زهور بقعة حمرة دكنة تحت الجلد في موضع الحقن او زهور بقعة وردية على الجلد في المنطقة اللي تم حقنها بالكلكزان او وجود قلم او تورم او تهيج في المنطقة اللي بتكون في موضع الحقن وكمان الاصابة بالكدمات بيكون بسهولة اكتر من المعداد وممكن برضو يحصل نزيف كمياته كبيرة عند الاصابة بالجروح فيه بقى الاثار الجنبية للجير شائعة والنادرة في الحدوث زي الصداع الشديد، الشعور بقلم وانتفاخ في المعدة، عراض حساسية تغيرات في انزيمات الكبد، تغيرات في مستوى البوتاسيان في الدم طيب ايه موانع استعمال الكليكزان؟ او مين الناس الممنوعة من استعمالها؟ اول حاجة في حالة الحساسية المفرطة تجاه الهبارين او اي مكون من مكونات الدواء كمان في حالة الاصابة بالكدمات او النزيف بسهولة كمان في حالة وجود كرحة في المعدة او الامعار وبرضو في حالة وجود سكتة دماغية نتجع النزيف في المخ برضو في حالة الاصابة بعدوى في القلب او ان الشخص يكون عنده يرقان او الصفرة وبرضو ممنوع في اضطرابات الاوعية الدموية خلف العين او اعتلال الشبكية واخيرا الدواء ده لا يستعمل للاطفال طيب يا دكتور ايه هي بقى جرعة حوان الكليكزان الجرعة بتختلف على حسب الشخص بياخدها الايه وطبعا بتكون تحت الاشراف الطبي انا هقولها بس للمعرفة مش اكتر يعني جرعة الكليكزان لعلاج تجلطات الدم بتكون واحد ونص ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن المريض يوميا وعادة بندي حوان الكليكزان تحت الجلد لمدة 5 ايام على الاقل انما جرعة الكليكزان لمعنى تكون التجلطات مثلا في حالات الزبحة الصدرية لجل مستقرة بتكون الجرعة المعتادة واحد ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن المريض كل 12 ساعة لمدة يومين الى 8 ايام انما الجرعة بعد اجراء عملية جراحية او مرور فترات طويلة من الراحة في الفراش بسبب المرض فالجرعة المعتادة بتكون من 20 الى 40 ميلي جرام يوميا والجرعة بتعتمد على مادة احتمالية الاصابة بالقلطة انما لو هتستخدم لوقف تكون الجلطات الدموية في انابيب جهاز الجسل الكلوي فالجرعة المعتادة بتكون 1 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن المريض بالنسبة بقى لجرعة حوان الكليكزان للحوامل فالجرعة الوقائية للجلطات ي 40 ميلي جرام تحت الجلد مرة واحدة يوميا انما جرعة علاج الجلطات الدموية بتكون 1 ميلي جرام لكل كيلو جرام من الوزن كل 12 ساعة تلينا بقى نروح نجاوب على أهم الأسئلة اللي بتكرر كتير عن الكليكزان حوان أول سؤال هل الكليكزان بسبب نزيف؟ والإجابة إنه ممكن يسبب النزيف بسهولة أكبر خصوصا إذا كان المريض بيعاني من الطراب نزيف وراسي أو ناجم عن مرض أو سجدة دماغية ناسفية أو غير كده من الاطرابات المسببة للنزيف تاني سؤال هل الكليكزان بسبب ارتفاع في إنزامات الكبد؟ الإجابة أنه A استعمال الكليكزان ممكن يأثر على إنزامات الكبد إلا إن التأثير ده عادة ما بيختفي بعد ما بتوقف استعماله رابع سؤال إيه هي فوائد حوان الكليكزان للحامل في الشهور الأولى؟ الكليكزان بيساعد على الوقاية من الجلاطات الدموية أثناء الحمل بالإضافة إلى أنه بيقلل من مخاطر الأجهاض خصوصا عند الحالات التي تعرضت للأجهاض بسبب مشاكل تقلط الدم وممكن يستعمل من مداية الحمل وتستمر فترة العلاج على حسب الحالة خامس سؤال إيه هي فوائد حوان الكليكزان للحامل في الشهور الأخيرة؟ بيستخدم للوقاية من الجلاطات الدموية خلال الحمل خصوصا عند الستات الأكتر عردل ده لكن بينصح بالتوقف عن استعماله بمجرد بدء انقباضات الرحم أو قبل 24 ساعة من الولادة سادي السؤال إيه هي فوائد حوان الكليكزان للجنين؟ الكليكزان بتستعمل أثناء الحمل بصورة رئيسية للوقاية من الجلاطات الدموية الواردية وكمان للوقاية من فجدان الحمل عند الستات المصابة بالجلاطات وده بيساعد على الولادة بأمان وحفظ حياة الجنين والأم نيجي للسؤال اللي بعد كده وهو الفرق بين كالهبارين وكليكزان بالنسبة للكليكزان فهو بيحتوي على مادة الانوكزابرين أما الكالهبارين فهو بيحتوي على الهبارين كالسيوم الكليكزان عنده احتمالية أقالة في التسبب بأثار ضر بالنسبة للكليكزان فممكن المرضى يحقنوا نفسهم في البيت عادي إنما الهبارين لازم الأطباء أو غيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية يحقنوا المريض بالهبارين والمرضى ممنوع يستخدموا الهبارين بنفسهم بالنسبة للكليكزان فهو بيتاخد تحت الجلد ويدوم لفترات طويلة إنما الكالهبارين ممكن نبديه تحت الجلد أو عن طريق التنقية الوريدي آخر سؤال بقى إيه هي طريقة حفظ حوان الكليكزان؟ حوان الكليكزان بتتحفظ في مكان جاف وبارد في درجة حرارة ما تزدش عن 25 درجة مقوية وكمان هتلاقي معظم الصيدليات تحطها في التلاجة بس طبعا ممنوعا إن حد يجمدها وبكده نكون عرفنا كل حاجة تخص الكليكزان حوان وجاوبنا على أهم الأسئلة اللي بتكرر كتير عن الكليكزان وعرفنا جرعتها وما وانا استعمالها واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي ولو عجبتك الحلقة فتنساش تعمل شير لها عشان توصل لأكبر عدد من الناس وناس تانية تستفاد منها في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغبرك وأتوب إليك والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة